أهلاً بكم مر تاريخ ليبيا الحديث بعدة مراحل المرحلة الأولى مرحلة العصر العثماني الأول من عام 1541 وفيها قضعت ليبيا بأقاليمها الثلاثة لحكم السلطنة العثمانية بعدما استنجل الأهالي بالسلطنة إبان الغزو الإسباني وفرسان القديس يوحنى عام 1511 المرحلة الثانية مرحلة الحكم القرمالي وتبدأ من 1711 وفيها قضع الليبيون لحكم أسرة القرمالية وقد استحوذت ليبيا يومها على حكم شبه ذتي برضاً عثماني منسوب وعرفت هذه المرحلة الحرب الليبية الأمريكية عام 1803 والتي استطاع فيها الليبيون دحر القوات البحرية الأمريكية إلى المرحلة الثالثة ورحلة الحكم العثماني الثاني وتبدأ من عام 1835 حيث عمل العثمانيون فيها على إسقاط حكم القرماليين ونجحوا في ذلك وقد شهدت هذه المرحلة بروزاً واضحاً للعمل الإسلامي المنظم والتي كانت تقوده الحركة السنوسية إلى المرحلة الرابعة مرحلة الاحتلال الإيطالي وهي المرحلة التي واجه فيها الليبيون الغزوة الإيطالية ولوحدهم بعد أن قامت السلطنة العثمانية بتسليم ليبيا للإيطاليين فيما يعرف بمعاهرة أوشي سنة 1912 نالت برقة يومها حكماً ذاتياً تحت قيادة الأمير محمد إدريس السنوسي عام 1920 بعد اتفاق الرجمة المشهور وقد شهدت هذه المرحلة ميلاد الجمهورية الطرابلسية في القطر الغربي عام 1918 من بعدها توجه الطرابلسيون لمبايعة الأمير محمد إدريس السنوسي أميراً للقطر الليبي كله في عام 1922 الأمر الذي لم يرق للإيطاليين ليبسطوا سلطتهم على كامل الأراضي الليبية مقابل مواجهة عنيفة للمجاهدين توقفت بعيد إعدام شيخ المجاهدين عمر المختار إلى المرحلة الخامسة وفي هذه المرحلة وهي تبدأ من عام 1939 مع بداية الحرب العالمية الثانية حيث استطاع الأمير محمد إدريس السنوسي أن يواحد الليبيين ويجمعهم في تحالف واحد مع الإنكليز مقابل أن تنال ليبيا استقلالاً كاملاً إذا منتصل الإنكليز على الإيطاليين لكن الإنكليز وبالرغم من انتصارهم لم يوفوا بوعودهم كاملة لتنال برغا وحدها عام 1949 الاستقلال الذاتي فيما بقى القطران الآخران تحت الاحتلال ليقوض الليبيون فيما بعد معركة سياسية ضاربة توجهها بنيل الاستقلال الكامل عام 1951 إلى المرحلة السادسة مرحلة الاستقلال وقد عاشت فيها ليبيا حياة سياسية مستقرة نسبياً خاصة بعد أن استبدلت نظام الحكم الفيدرالي المقر بموجب دستور 1951 إلى حكم مركزي جعل البلاد كتلة إقليمية واحدة بموجب دستور 1963 ندخل الآن إلى المرحلة السابعة وهي مرحلة انقلاب 1969 وفيها قام بعض صغار الضباط بانقلاب عسكري صبيحة الأول من سبتمبر 1969 ليحكم العسكر البلاد على مرحلتين البرحلة الأولى مرحلة الجمهورية وتبدأ من عام 1969 وحتى 1977 ومرحلة ما يسمى بالجماهيرية وهي نظام حكم شمولي كرس فيه العسكر البقاء حتى بداية الثورة 2011 المرحلة الثامنة وهي الأهم حتى الآن مرحلة الثورة وقد شكل فيها قد شكل فجر السابع عشر من فبراير 2011 بداية الثورة شعبية ضد حكم العسكر ليكون يوم الثالث والعشرين من أكتوبر 2012 يوم إعلان التحرير الكامل من قبضة العسكر ليدخل التاريخ الليبي عهداً جديداً